استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وصرح المتحدث الرئاسة بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بحاكم دبي والذي تتزامن وزيارته مع الاحتفال بمرور خمتين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مصر والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن الامتنان لسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي الحمد لله السلام وشعب الحمد لله المزال السلام عليكم وشعب الحمد لله المصر لحضور أمه العالمية في دولة الإمارات وشعب الحمد لله المصر والشعب الحمد لله المصر والشعب الحمد لله المصر ودائما كل لعبه من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائما محل تحضير واعتراض وقبول كبير جدا 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 ونتمونه دائما بتحضير كل الأشداء وكل الفعاليات التي تتعجبها وطبعا بالنسبة ليت احنا برضا احنا سعداء أولي احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد ان شاء الله فيه مؤتمر القلمة اللي احنا عقدت بالشعب القادم ومجدكم معنا هنا إن شاء الله أفضل ومسعدنا وكلاني بقول أهل ومسعدنا مرحبا بيكم سعداء بمجدكم معنا